هذا ومن جانب آخر تحدثت وزيرة التربية خلال تواجدها بمغرض الجزيرة الدولي للكتاب عن ملف الأساتذة الذين ترشحوا في إطار الانتخابات المحلية وقالت إن الوزارة قامت باستخلافهم وتم اختواء الأمر بالساعات الإضافية لسد الفرق المزيد في ميكروفون خورية حمدوي ثانياً نقدر في إطار الساعات الإضافية الأستاذ الذي يقبل يعمل ساعات إضافية ويأخذ القسم تعزميله وثالثاً إذا ما نقدره لا في طريقة الأولى أو الثانية عندنا كذلك طريقة ثالثة هي نقوم باستخلاف بالاستخلاف نقدره يكون عندنا أستيدة في هذا الميذان أخذنا كل احتياطات تتوعنا داخل قطاع التربية الوطنية باش تلميذ ما يكونش بدون أستاذ